ما حكم الشرع في حفظ المشيمة والحبل السر في البنور المختصة لذلك إذا كان هذا لغرض علمي لغرض بحثي لغرض مشروع ماشي أما إذا كان لغرض آخر لا نعرفه أو لغرض غير مشروع فلا يشرع فالذرائع أو الوسائل تأخذ حكم المقاصر أنا رأيت في صور قدمت لنا من بعض الناس يأكلون المشيمة ناس بشر ويأرون أنها مليئة بالفيتمينز وملئة بكذا وكذا وسبحان الله يعني كذلك زينا لكل أمة عمله أفهم زي له سوء عمله فرأاه حسنا فحفظها لأغراض بحثية لأغراض علمية تستفيد العلم من هذه الدراسات تلك الأبحاث لا بأس أما لأغراض غير مشروعة فلا يجوز بارك الله فيك